السلام عليكم كليبتش هي من الشركات المتخصة أيضا في مجال الصوتيات لكن للأسف في كثير ما حد يعرف عن هذه الشركة فإذا كنت تعرف عنها اضغط على الزر اللايك إذا ما كنت تعرف عنها اضغط على الزر اللايك برضو عموما في السياس العامل 2018 الشركة قدمت نظام أو مسرح منزلي بنظام صوتي محيطي 7.2 أحجام متعددة بجودة تصنيع عالية جدا ترى على فكرة اللي راح نتكلم عنها إلى نهاية هذا الفيديو تعتمد على الخشب تعتمد على النحاس النحاس تم توزيعها على الأزرار وأيضا على النبس نفسها ففي جودة عالية جدا من ناحية جودة التصنيع فالمسرح المنزلي هذا راح يكون متوافق تمام مع الأجهزة اللي دائما للنظام الصوتي المحيطي اللي يعطاك بشكل عام جدا الصوت مبهر جدا كليبتش دائما مركزة بشكل كبير جدا على اللو اند وأيضا على مسألة البيز هذا الشيء اللي يميز هذه الشركة عن باقي أو كثير من الشركات الأسعار يعني ما في شيء ثابت لكن شيء كان رابط الوجود في خانة الوصف من ثم ننتقل إلى قارب أو زورق أو ماذا يسمى هذا أو ما في موضوع كله إنه الشركة ذكرت إنه نقدر نحط لك سماعات على نفس الزورق الخاص بك في عدة أماكن للحصول على تجربة صوتية أيضا عالية جدا والشركة ذكرت أيضا إنه قدمت سلسلة الهيرتيج الهيرتيج مكونة من أكثر من قسم من ضمنها الهيرتيج وايلس سبيكر نسخ 2018 اللي أقدر أقول إنه جريت فيها أنه أصبحت داعمة للمساعدة الشخصية الخاص بجوجل وأيضا عندك نوعين The One The Three الفرق إنه The Three فيها مضخم الصوتي طبعا هذه السلسلة تحديدا راح تكون مزودة بالامبليفاير وأيضا أو ما يربس من مضخم الصوتي وراح يدعم الوايلس اللي اقترام بأكثر من السماعة وأيضا متوافق مع عدد الملهواتف الكثيرة سواء من منفل 3.5 مليمتر أو من خلال تقنية البلوتوث داعمة بشكل ممتاز جدا لمسألة الهيريز لجودة الصوت العالية جدا وأيضا تجربة الصوت كانت شيء جميل جدا من خلال هذه السماعة تصميم لأبعد الحدود كان جدا أنيق وأيضا متوفر بالعدد الألوان ففي خيارات جدا كثيرة الهيرتيج هدفون أمب هو جهاز صغير يدعم لك الأمبليفاير المضخم الصوتي وأيضا الداك أو ما يعرفهم digital to analog وهذه يعني أنه يقدر يقول لك أنه أنا أقدر أقدر أقدم لك يعني صوت خارف جدا يزيل من قوة الأمب فأيضا أنه متوافق مع 3.5 مليمتر وأيضا أنه متوافق تماما مع ال USB أوديو ومنفد ال USB ممكن تسفي منه إذا كان عندك هاتف يدعم هذا المنفد أو وهذا الشيء أكثر لأنه متوافق أيضا مع الحاسبات فإذا عندك حاسب فممكن توصله وتوصل من خلال السماعة لكي يكون تجربة الصوت عالية أو تجربة الصوت جدا مختلفة خاصة إذا كنت مش خاصة لتاب الأفلام أو الألعاب وغيرها فرح تنبسط كثيرا فيها عدد من المنافذ من ضمنها Optical والRTA طبعا الجهة الأمامية إذا عندك أزرار خاصة بالتحكم بتقنيات الصوت من ناحية الكيلو هرتز وأيضا الديسبل والصوت الصراحة من خلال تجربة جدا بسيطة كان جدا نظيف ما فيه ديستورشن أو ما فيه تشويش في مسألة الصوت فمضخم أو هذا الجهل الصراحة رهيب لكن ما أقدر حكم عني بشكل هاي لأنه كانت تجربة فقط جدا سريعة وأيضا من طبع الأولي كان جدا جدا ممتاز أخيرا وليس آخرا اشتركها قدمت الهيريتيج هاتفون الـ HP 3 سماعة خرافية لكن بسعر جدا خرافي ١٩٩ دولار أمريكي مزودة بمعرفات ٥٢ ميلي متر فمعرفات جدا ضخمة والشيء اللي أول مرة أنتبه له أنه هذه سماعة الرأس طبعا سيمي أوبن يعني نصف مفتوحة مش مغلقة بشكل كامل جدا ولا هي مفتوحة بشكل كامل جدا كأنك حاط سبيكر يعني هذا اللي أقدر أقول كيها كتشبيه أقرب شيء لوصف ما هو موجود في هذه السماعة مريحة جدا من ناحة الاستخدام الجد اللي كان جدا مريح لاستخدامه طوال الفترة اللي كنت أسمع فيها ومن ناحية تجربة الصوت فللأمانة كنت أجربها مع الهيريتيج هاتفون أم اللي أتكلمت عنها قبل شوي وكانت التجربة جدا جدا ممتعة من ناحية أن الصوت كان طبيعي الصوت كان صعفي والجودة كان ممتازة اللو كان ممتاز مد كان جيد جدا الأصوات البشرية كانت جيدة جدا مش الأفضل بكل تأكيد لكن حصلنا على نسخة وإن شاء الله مراجعتها جدا جدا قريبة فشاركنا برأيك وشراك في هذه الشركة وشراك ما قدمتها هذه الشركة للمزيد من تفاصيل شيء كان الرابط الموجود في خانة الوصف ونشوفكم أخير إن شاء الله مع السلامة